اقرأ اقرأ شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج اقرأ برنامج اقرأ كما تعلمنا وكما فهمنا من قبل برنامج اقرأ للصغار والكبار برنامج اقرأ برنامج اقرأ أسس ابنك صح عايز تأسس ابنك صح فشاهد برنامج اقرأ عايز تعلم أبنائك الكبار والصغار القراءة والكتابة بطريقة صحيحة فعليك ببرنامج اقرأ وجديد ان شاء الله تعالى المرحلة الثانية من أسس ابنك صح ومن سلسلة اقرأ أسس ابنك صح في قواعد الإملاء واللغة العربية يعني أسس ابنك صح في النحو مشاهدين الكرام النهاردة ونزولا على رغبة كثير من المشاهدين سنعملها النهاردة مراجعة عامة على ما سبق درسته النهاردة سنراجع حاجات عامة على الهواء مباشرة مع السادة المشاهدين وفي أرقام دلوقتي ستظهر أسفل الشاشة تواصلوا معنا وحيبقى التدريبات والتطبيقات على الهواء مباشرة يلا بنا يلا بنا سيد منصور معنا سيد منصور النهاردة ان شاء الله تعالى يعني عملنا حلقة ما راجع النهاردة عشان خاطر الأسادزة وعشان خاطر برضو بعض الزملاء مننا اللي هيتطلع دلوقتي بعضهم على الهواء مباشرة انه هيفجأ انه هيتطلع على الهواء دلوقتي بس أستاذ المخرجنا يجيبهم ونظهرهم عشان الفضايح في الإملاء والنحو تمام كده؟ تمام احنا خدنا الصوتيات شكل الحرف صوت الحرف يا أستاذ مصطفى معايا في صورة عندك للحروف آلف وباء وتاء 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 وتجيم وتدال حتى الثال أو الدال تمام كده؟ نجيب الآلف ونقف على هذه الصورة وننطأ ازاي نعرف الناس ازاي ننطأ الحرف يلا بنا اللي أستاذ مصطفى هيجهز دلوقتي ان شاء الله تعالى احنا بنقول بحركة أيوة تاب ممكن كده فلو سكرين كده عشان بس نشوفها تمام يلا يا أستاذي تمام فيه هنا حضرات حرف الألف فيه كتير للأسف الشديد مننا يا أستاذ منصور ما يعرفش ان حالات الحروف وعدد الحركات بتاعة الحرف والسكون كمان حالات الحرف هما عشرين حركة فيه كتير مننا ما يعرفش ان هما عشرين حركة أول حركة هذه أول حركة الفتح ألف همزة فتحة ألف همزة كثرة ألف همزة ضمة ألف بعدها مدول ألف همزة بعدها مدول ألف بعدها مدول إي بعدها مدول إي بعدها مدول إي بقى كده التنوين أن تنوين بالفتح تنوين بالكسر إن تنوين بالضم أن بقى كده الهمزة مع الشدة والفتحة ماشي الهمزة مع الشدة والفتحة يبقى إيه بقى ماشي الهمزة شدة وكسرة بقى همزة شدة وضمة بقو تمام كده بعد كده الهمزة شدة وفتحة بقى بعدها مد بالالف لها شدة وبعدها مد بالالف بقى الهمزة شدة بعدها مد بالياء بقى الهمزة شدة وضمة بعدها مد بالقو بقو تمام كده في شدة والتنويم بالفتح بقى شدة وتنويم بالكسر بقى شدة وتنويم بالضم بأ تمام كده وآخر حاجة اللي هو الحرف اللي نقف عليه وكون مشدد يعني يا حضرات الحروف حالات حالات الحروف كان عشرين حركة تمام كده عشان واحد يقولك 16 واحد يقولك 14 لا هم عشرين حركة آخر حركة اللي هي لو وقفنا في القرآن الكريم أو حتى في القراءة العادية على حرف مشدد وقفنا عليه طبعاً يختلف نطقه بين الحرف اللي عليه سكون أب مثلاً بأ سكون مثلاً أب طب لو إحنا وقفنا البأ دي مشدد نعمل إيه نوقف عليها نفس نقول أب لا أب يعني قلقالها بس بيشد شوية يعني نحسس الناس أنه كان في حرف هنا الشدة اتنين مش سكون فقط سكون وفتحة أو سكون وكسرة أو سكون وإيه وضمة يبقى عدد حالات أي حرف عشرين حالة تمام كده؟ تمام إحنا دلوقتي الناس سألتني كتير عن مش السكون الشدة التنوين مع الشدة في ناس كتير قوي مش عارفين إزاي ينطعوا التنوين مع الشدة بس قبل التنوين مع الشدة في تطبيق صغير هيظهره الأستاذ مصطفى نشوف دلوقتي عن المادة الممدود قبل ما ندخل للشدة عشان برضو تطبيقات سريعة سريعة عشان الناس نعمل مراجعة عامة على هذه تمام كده؟ أستاذ مصطفى أيو في عشاشة دلوقتي حضرات بيقول أقرأ كل كلمتين متجاورتين وألاحظ الفرق في النطق بين الحرفين الملونين في حروف ملونة عشاشة هيت تمام يعني أعزون أن ننطعها كويس في كل منهما ثم أكتب الكلمات في كراستي من إملاء معلمة ومعلمة المهم الكلمات الأولينية أول صف يلا نقرأ مع بعضنا لو فيه مداخلات ندخلها وعشان ينطعوا معانا على هوائي مباشرة أول عمود أول عمود مكتوب إيه؟ الثالث والسادس قال له في كلمتين إيه اللي أنت ملاحظهم يا أستاذ وليد في الكلمتين دول يلا كده يلا مصطفى كده إيه أنت ملاحظ إيه؟ يلا يا سيد راجب إحنا عم نراجع مراجع عام عشاشة دلوقتي الثالث والسادس إيه الملاحظ في الحرف الملون بالأزرق دلوقتي يا منص إيه اللي أنت ملاحظه؟ ما طبعا أنتو حضركم في ناس كتير مش ملاحظة حاجة الملاحظ دلوقتي حرف الثاء أزرق وحرف الثين أزرق يعني بيقول لي اللي كاتبهم لي بيقول لي يا أستاذي في فرق بين الثاء والسين عشان في النطق دي الثاء بطلع طرف الثاني وأنا بقولها ودي سين ما ينفعش أطلع طرف الثاني وأنا بقولها تمام كده؟ يبقى الثالث والسادس الملحوظة هنا إيه؟ اللي احنا عاوزين نتعلمها الفرق بين النطق أي ننطق إزاي الثاء وننطق إزاي السين تمام كده؟ طيب في حضرات السطر الثاني من العمود الأول مكتوب إيه؟ نافا ذا نفتحة نافا فتحة فا ذا الفتحة ذا نافا ذا وجنبها مكتوب إيه؟ لاحظة فيه الاتنين الحرفين اللي لونهم أزرق هنا إيه؟ الزال في نافا ذا والضاء في لاحظة في حاجة يعني وعاوز يقول لي حاجة اللي كديب التطبيق ده عاوز يقول لي إن في النطق يا أستاذي رقق الزال وفخم الضاء لابد يبقى إيه؟ اختلاف ما بين نطق الزال والضاء تمام كده؟ نافا ذا لاحظة طيب رقم ثلاثة يذهبوا يزرعوا فيه فرق هنا في إيه يا أستاذي اللي انت عاوز تقوله لي هنا الزال يا حبيبي لونها أزرق أهو؟ وإزاي لونها أزرق؟ إيه الزال وإيه إزاي يا أستاذ؟ الزال شبه الدلو علىها نقطة ده من الحروف اللي ثوية بطلع طارف الثاني وأنا بقولها يذهبوا يذهبوا طيب يزرع أزاي يا حبيبي ما ينفعش أطلع طارف الثاني فيها؟ أهو يزرعوا تمام كده؟ طيب الكلمة اللي بعدها مكتوب إيه؟ يسيروا يسيروا كلمة تانية يصيروا قالها فيه فارق يا أستاذ؟ أيها فيه فارق يا حبيبي هنا مكتوب إيه؟ الأزرق هنا إيه؟ حرف السين والكلمة التانية حرف الصاد عاوز أقولك السين غير الصاد السين مراققة الصاد مفخمة خلي بالك في النقطة عشان ما يختلطش عليك الأمر ومتعرفش تكتب السين من الصاد يبقى يسيروا وده يصيروا أعرفت الملحوظة إحنا عملينها إيه؟ تمام طيب في العمود التاني مكتوب قلب قا 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 قلب وكلب قال له الكلمة نفس الوزن وقريبة إن بعضها جدا إيه الملاحظ هنا يا أستاذ وليد؟ ملاحظ هنا حرف القاف في قلبه وحرف الكاف في كلبه في ناس لو ما نطقتاش صح حيث من لها غلط والعملية حتسيح معا يبقى قلب الملحوظ هنا إيه؟ الحرف القاف أزرأه حرف الكاف أزرأ يبقى قلب كلب ناخد بالنا من القاف مفخمة والكاف مراققة تمام بعدك إيه؟ ريال ريال ورجال عشان الناس ما تختلطش على الأمر بين الياء والجين طيب يحفظوا ويخفضوا في بعض المناطق في جمهورية مصر العربية وفي مناطق كتير في الخليج العربي الضاد بيقولها ضاد والضاء بيقولها ضاد فالناس تاخد بالها من يحفظوا ويخفضوا شكرا يا أستاذ الكرام على هذا التطبيق الجميل وبين لنا وبين لنا إزاي ننطق الحروف تمام كده؟ احنا هخذنا تدريب على الماشا هو إزاي ننطق الحروف تمام؟ التطبيق اللي بعد كده يا أستاذ وليد يلا يا مصطفى هنشوفه على المد والممنود ولا عشان إيه بالظبط هنشوف عشان إحنا ويريت المداخلات يا جماعة علشان أطفالنا الحلوين المأطأطين أي تمرين على الشاشة هو أطفالنا الحلوين المأطأطين يحلوا معانا على هوائي مباشرة في باية على الشاشة دلوقتي يا حضرات يا حبيب يا حلوين يا مأطأطين ألاحظ حروف المد في الكلمات التالية ثم أملأ الجدول بكلمات من عندي على مثال السطر الأول إيه مكتوب إيه؟ السطر الأول جبال ثم أقول لي إيه؟ لاحظ إيه؟ حروف المد هو قال لي حروف المد بس يأصوم كبير ملاحظ إيه؟ يا أستاذ مصطفى ياللي مش متابعني يا أستاذ وليد ياللي منتش عاجبك اللغة العربية وعاجبك اللغة الإنجلسية فقط بص هنا يا أستاذ وليد عشان أعلمك اللغة العربية وأنت تعلمني لغة الإنجلسية أنا أسسك في العربي وأنت أسسني في الإنجلس إيه هو رأيك؟ تمام يبقى أول كلمة جبال فيها مد بإيه يا أستاذ وليد فيها مد بإيه يا شاطر برافو عليك أيوة كده مد بالآلف يا أستاذ أيوة جبال برافو عليك يا حبيب والديك أيوة كده الباء بعدها مد بالآلف يبقى مين المد؟ المد بالآلف ومين اللي تمد؟ الباء الحرف الممدود برافو عليك يا حبيب والديك يصوم يصوم في مد هنا بالإيه؟ بالواو من الممدود لحرف الممدود الصاد على هضمه يصومه كبير الكلمة دي فيها مد بالي برافو عليك فيها حرف الياء مدهو مد بالياء من اللي تمده يا أستاذ وليد اللي تمد الحرف الممدود هو الباقي المكسورة تمام كده عايزين باقي يا أستاذ وليد أو أي حد في الكنترول عشان يتفاعل معنا عايزين مثالين نفس الموضوع مد بالألف مد بالوا ومد بالياء يلا حبايبي يا حلوين كده برافو عليك قل لي كلمات مثال على وزن جبال برافو عليك يا حبيب وليدك تعاوزين مد بالواو يلا يقوم يقوم ايه تاني يا الله حبايبي يا حلوين ماشي يقوم مد بالواو تمام كده تعاوزين مد بالياء حيكون ايه زي رغيف رغيف تمام كده سعيد صغير وليد برافو عليك يا وليد تمام كويس انت اكتشفتها في اسمك ماشي المثال الاخير في المد والممدود يا حضرات فيه مدود بالألف كتير فيه اناس امال رحاب تمام نائم تمام كده ومد بالواو فيه حاجات كتير اوي 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 ممكن يكون ايه اول ايه اول بومة بلاش بومة دي عشان الناس بتزعل ماشي بومة اول ايه تاني يالله مد بالواو تاني يالله يحوم تمام مد بالياء فيه حاجات كتير اوي مد بالياء احنا اقول لها رغيف صغير ايه تاني رفيع سمين زي الاستاذ وليد كده شكرا استاذ وليد على هذا التطبيق شاكرين جدا يا استاذ وليد كده يا حضرات تدريب سريع على المد والممدود حلو كده في ايه تاني بعدها يا استاذ وليد عادي عشان ايه يا ريت نقول لراجل بتاع الصوت ندخل للاتصالات عشان عاوز الناس نتكتب معنا على هواي مباشرة التطبيق التاني يا استاذ وليد عشان نحاول نراجع مراجعة سريعة والناس اللي فاتها الحاجة نراجع معاهم يلا يلا سمنس ايوا ده مراجعة سريعة جماعنا احنا خدنا اللام الشمسية واللام القمارية بو رابوا عليك يا حبيب والديك وقلنا ان حروف اللام القمارية 14 حرف وحروف اللام الشمسية 14 حرف وبأينا عنينا الشاشة على اليمين حروف اللام القمارية والقمارية معاهم هنا ال-ا ال-إ ال-أ يبقى ايه الحروفarez اية ايه الآلف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والواو والهاء والياء دول 14 حرف يا حضرات بتعلم القمرية نحفظهم حفظ يبقى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبعد كده حضرات في حروف اللام الشمسية حتى يأتي لأستاذ منصور حروف اللام الشمسية ايه 14 حرف يا أستاذ هما ايه حبيبي كل حرفين شابها بعض التائي والثاء الدالي والذال الرائي والزاي السين والشين الصاد والضاد الطائي والضاء اللام والنون تمام كده كده كم حرف 14 حرف تمام كده يا حضرات شاكرين يا أستاذ وليد نيجي على الصبورة علشان نراجع مراجعة سريعة على اللام القمرية احنا قلنا يا حبيبي حلوين على اللام القمرية ملها فيها كم خاصية كده يلا نقولها أو اللام القمرية وشمسية عموما فيها أربع شروط كده عايزين نفتكرون مع بعض كده يلا 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 بينا أول حاجة إيه؟ بتيجي في أول الكلمة بتيجي في أول إيه؟ الكلمة ما ينفعش في نص الكلمة ولا أخيرها عشان نعرف إن دي لام شمسية أو لام قمرية برافو عليك يا حبيب والدي طيب عايز تعرف إيه تاني؟ تاني حاجة تاني حاجة إيه؟ إن اللام الشمسية واللام القمرية ما لها؟ ما لها بابي يا حلوين؟ ما لهم؟ اللام الشمسية واللام القمرية بتيجي في الإسم فقط ما ينفعش تيجي في الفعل تمام؟ إيه تاني؟ الهمزة بتاعت القمرية أو الشمسية مش موجودة ما فيش همزة ما فيش إيه؟ ما فيش همزة برافو عليك يا حبيب والديك قلنا إيه تاني؟ ها؟ إن الألف واللام دول زيدين عن الكلمة زيدين عن إيه؟ زيدين عن الكلمة يعني يا أستاذ زيدين عن الكلمة؟ يعني مثلًا محسن لو حطنا ألف ولم يبقى إيه؟ المحسن شنّا ألف ولم؟ يبقى محسن ومتغيرش حاجة من الكلمة تمام كده دول شروط عامة علامات الشمسية والقمرين طيب احنا عاوزين نعرف نطلع علام القمرية من الكلمة نطلعها ازاي يلا بنا كده في تدريب ده هنطلعها على الهوائي مباشرة كده تدريب بعد الصورة اللي فات دي يا أستاذ وليد يلا ايوة مكتوب فاعل اول لا لا خلاص خلاص ايوة دلوقتي الكلمة دي تب ماشي نشرح خلاص يا سيدا دي شكرا للصورة دي شكرا دلوقتي شكرا دلوقتي خلاص دلوقتي يا جماعة نشرح الاول على الصبورة ونرجع للصورة دي عشان ايه ده موضوع تاني علام القمرية دلوقتي عاوزين نطلع علام القمرية نطلعها ازاي فيها ثلاث شروط اول حاجة تنطق وتكتب ال ال القمر المحسن الوليد القناة الجمل ال 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 اللام سامع صوت اللام تمام كده ودايما عليها سكون دايما عليها ايه سكون وايه تاني يا أستاذ محسن وحاجة مهمة جدا الحرف اللي بعديها بيجي متحرك يعني متحرك يا أستاذ عشان الاستاذ ما انصر مش عارف يعني متحرك بيتحرك بيلعب يعني ارمط لا هو على فتحة او تحته كسرة او فوق ضمه تمام كده ده اللام الايه وفيه اربعتاشر حرف للام الخمرية اللي سائلنهم دلوقتي تمام كده تاب اللام الشمسية يا أستاذ شكلها ايه ها شكلها ايه اولا بتكتب ولا تنطق ما بتظهرش في اللفظ خلص نهائي تمام كده تمام يلا بينا اه مثلا زي النصر النصر ما فيش الله ما نطقناهاش تمام كده تمام يا حبيبي يا حلوين الرحمن ما نطقناش الله التاريخ التراويح تمام كده الدب الاستاذ نصر دايما للأسف شديد مهتم فقط بالتسوق ومش وقت باله من ايه القراءة والكتابة يعني تعلم يا اما خيش نتعلم ابناء شوية نصر ما فيش فايدة ماشي ما فيش مشكلة المهم خلينا دلوقتي بايه في اللام الشمسية فيه ناس كتير بتغلط في اللام الشمسية فيه ناس كتير بتغلط فين في اللام الشمسية ما تيجي ناخد مثال كده ونطلع الى مات كده نيجي يلا هنا اقولك صنف الكلمات حاجة بسيطة جدا ما تيجي هنصر اقولك صنف الكلمات وعرف الايه ماشي صنف الكلمات هكتب لك كم كلمة وطلعهم يا قمرية يا شمسية ماشي ماشي حبيب شطور انت بتاكل ماشي اللام القمري وهنا اللام الايه شطور ماشي طب حكتب كلمات هنا حبيبي كده واح تقولي دي لام خمرية ولا شمسية ماشي مه مش هجيب لك والله كلمات من بعيد بس ما فيش حد يغششه يا جماعة جو او حد يغششه او برضو زي ما توقعنا جماعة ما عرفشي ماشي ماشي يالله اسزع كده زي ما توقعنا هو مش مركز يا جماعة فين في الحصة يعني احنا كلنا والله وانا والله في اي حصة في اي مكان اي مجلس علم ما با يعني ما بكبرش دماغي ماشي ولابد اسمع واتعلم والله يا عظم انا متعلم حد دلوقت ايه المشكلة يا جماعة نتعلم ولكن هامه فقط حكتين يا ام التسوق الشغل يام الاكل ده كتير قوي يا نصر والله ماشي يالله نصر كده يا حبيبي يالله حبيبي يالله الكلمة دي انطأ كده شوف اهو اول حاجة اخطأ فيها قال لي النصر ال لا مش ال اسمها النصر اللا ما تتنطقش يا حبيبي ال لا غلط النصر لأ النصر النصر واحد بقى بمليه تعالى اشوفه كده انا لو بملي نصر والله هيكتبها لي كده اوه بصوا هيكتبها لي كده هيعملها لي كده يالله هاته لي كده استاذنا الفضل في ناس والله بتكتبها كده لا ركزي حبيبي لما اقول لك النصر لا انت شوفت حرف الهمزة وبعديه حرف مشدد النصر يبقى ديها لام قمريه لام شمسيه على طول ما تكتبش كده اوه تكتبها كده اهيو تمام كده في ناس بتخطأ فعلا من اطفالنا يا استاذ وليد اهو يعني يعني بتغش بتغش غلط اهو النصر مش النصر اللي دي لا اوه تنطأ اللام عشان ليه يا استاذ عشان يا لام شمسيه ليه لام شمسيه عرفتها ازاي ادي الالف واللام ودي النوم بعدها من الحروف الشمسيه ومشدده يبقى النصر تمام كده يبقى دي فين يا نصر ها فيه هنا في الشمسيه تمام خلاص كده شاطرين يا اولا شاطرين يا اولا ماشي الكلمة البعدها يا قنطأهالي كده نصر يالله حبيبي الله ينور عليك يا حبيبي والد ايوه كده النطأهالي صح يا جماعة المسجده نطأ اللام وقال لي لام قمرية قلت له ليه يا ناصر قال لي عشان انا نطأتي اللام والبعد اللام حرف المين من الحروف القمرية والحرف المتحرك عليه فتحة يبقى على طول وانا مغمض يا استاذ لام قمرية برافو عليك يا نصور حدي الجايزة ان شاء الله تعالى تمام كده يبقى المسجده قمرية تمام كده تمام يبقى خلاص من المسجد بعد كده يا حبيبي حلونا ما اطقطين ها انتا منص برافو عليك الكعبته منصور نطأ صح الكعبته يا استاذ منصور هل هذه الكعبة اللام قمرية ولا شمسية برافو عليك يا حبيبي وديك القمرية ليه بقى الله قال لي عشان اللام عليها سكونوا نطأتها وقال لي الكاف من الحروف اللام القمرية وكل ده الهول يا والكاف من الحروف اللام القمرية والكاف عليها فتحة متحركة يبقى على طول يا استاذ من الحروف اللام القمرية برافو عليك يا حبيبي والديك ايوة كده أنا عايز الناس يا جماعة متفاعلة معانا تمام كده ماشي خلاص الكعبة خلاص كريم السلام عليكم دكتور معي دكتور يا زيز لا 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 معك محسن علامك ببرنامج اقرأ وستاذ وليد بدخل الحاجة عني لك لم تشوفي لو ماشي بص حبايب يا حلوين يوم قطاطين هنا كلمة دي انطاقها منصكة الله ينور عليك ده الرحلة يا منصور انت انطبتها لي صح بس ان عايزة تقول لي كلمة الرحلة دي لم قمرية ولا لم شمسية وليه شطور بربو عليك قال لي علشان ما نطقتش اللام يا أستاذ ومعلاش سكون وقال لي الرأم مشددة والرأم الحروف اللام القمرية بربو عليك سقفوا لي أولاد بربو عليك وأيوة كده أنا عايز الناس كلها متفاعلة كده وعايزهم كلهم عسل كده زي منص بربو عليك يا حبيب والديك فاضل كلمة واحدة وهي لا خطأ فادح خطأ فيه لأستاذ منص دلوقتي لأستاذ منصور قال لي أل طالب هل يا منصور اللام دي على سكون؟ هل حرف الطاء اللي بعد أل من حروف اللام القمرية؟ حرف الطاء مشدد يبقى من حروف اللام الشمي وحرف الطاء من حروف اللام الشمسية ومشدد يبقى من انطأش اللام الطالب الطالب تمام كده؟ تمام بربو عليك يا حبيب والديك الطالب من الحروف اللام الشمسية ليه يا أستاذ؟ أولا ما نطأناش إلا والطاء عليها شد والطاء من الحروف اللام القمرية الشمسية تمام كده؟ يلا منصر كده ألا تطبيقها كده يلا صورة على التطبيق ده كده تمام؟ تمام في حاجة بقى في اللام الشمسية حبيبي يا حلويني أولا اللام الشمسية ما تمشيش مع التنون أبدا عشان ناس بس إيه؟ في حاجة نقصة يا ولاد في اللام الشمسية ماشي؟ عايزين ننبهكوا عليها عشان في ناس حبيبي حلوين بيخطأوا فيها أخطاء فادحة للأسف الشديد وكبار تمام كده؟ وإعلاميين كبار للأسف الشديد ولكن إحنا هنعلم الناس ماشي وكلها كلنا بنتعلم بس يا يا الله السلام عليكم السلام عليكم طيب السلام عليكم السلام عليكم طيب تواصلوا معنا تاني تمام كده؟ ماشي نركز شوي بقى عشان إيه؟ الحتة الدجاه دي يا أستاذ وليد مهمة جدا تمام كده؟ أنا دايماً بحب أسطر الصبورة ومتعود بقى إحنا خلاصة مرحلة التأسيس بس السلام عليكم خليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي؟ حضرتك بس أسمح؟ الحمد لله يا ربي يعلمين كل سلام طيبة وحضرتك طيب لو سمحت وحضرتك مواعدك الساعة كي إحنا إن شاء الله وتعالى النهاردة المراجعة فقط تمام؟ ومن سبوع القادم إن شاء الله وتعالى هنحدد إن شاء الله معاد رسمي بس بعد كده مش حيبقى تأسيس بعد كده حيبقى تأسيس في القواعد في النحو في الحاجة في الإسم في الفعل في الحرف كده تمام؟ أما على قناة الصحة وجمال الفيديوهات كلها موجودة من حرف الألف حتى حرف الياء بالشدة بالتنوين باللم الشمسي والقمرية تمام كده؟ إيش تفي معاك حد حضرتك نشتغل فالأفعال وكده يعني آه هنشتغل من أول خلص بقى من تأسيس خالص الأسليب الأسماء الإشارة الضمائر يعني علامات الإسم والفعل أقسام الكلام من تحت خلص نهاية عشان الواد يدخل ربعة عارف يعني إيه اسم يعني إيه فعل ويعرف يعني إيه جملة إسمية وفعلية تمام؟ في حد معاك دلوقتي صغير يتواصل معانا على هوا؟ تمام؟ تمام ما فيش مشكلة يلا حبابي حلونا مقطاطين عاوزة تقولي يا منصر ما هذه الكلمة؟ قول ما تدنط يا منصور أنت عالي صوتك مش مشكلة شاطر يا أستاذ وليد ليمون طيب عايزين إيه دي بقى؟ بصوا لي كده يا سيد منصوف لعبة شاطر شاطر هم؟ يلا نساء إيه؟ قول متكسفش هم؟ يلا نكتب كمان كلمة؟ كمان كلمة والله ما أعزع لك هم؟ أشعره أستاذ وليد بس حابب أكتب له كلمة دي يا الله يلا يلا أستاذ وليد كي يقرأ يلا حبابي حلونا هاتوك هم؟ أنت يا منصور لم فتحة؟ لا يا ساكنة؟ لي مين بعدها ما تقولوا؟ مو يبقى لي مو ليمون بس؟ ليمون في تنون بتضم أهو ماشي هنا لعبة لسان لغة إيه اللي انت ملاحظه يا أستاذ منصور هنا؟ يلا حبيبي كده؟ انت مش محصل حاجة تب يا أستاذ وليد؟ لسول منصور ملاحظ حاجة كويسة قال لي التنوين تمام؟ بس أنا عاوز ملحوظة تانية هو التنوين صحة كله فيه تنوين آه بالضم أهو الله ينور عليك برافو عليك يا منصور قال لي كل كلمة من اللي انت كاتبهم يا أستاذ على الصبورة بتبدأ بحرف اللا ده شيء جميل جدا ليمون لعبة لسان لغة برافو عليك آه شوف ها شوف اللي جاي بقى؟ كل كلمة من الكلمات دي بتبدأ بحرف اللام يا أستاذ برافو عليك يا منصور والله يعني بجد النهاردة انت عايز جايزة النهاردة تمام طيب احنا خدنا اللام الشمسية والقمر يا منصور اللام دي من حروف اللام الايه؟ برافو عليك من حروف اللام الشمسية تمام كده؟ برافو عليك او حافظة حافظ الحروف بتاعت اللام الشمسية طيب طيب أنا عايزك تدخل اللام دي يا منصور منصور الال شمسية دي عاوز تدخلها على كلمة ليمون هتقول ايه شوف الخطأ الفده لأخطأهم قال لي الليمون ال هو صح كده الليمون صاحب رفع عليك الليمون هو صح كده بس تفين اللام يا منصور تعال ما تيجي كتبها كده ضهرك الشاشة ما سيزهر يعني تعال انا عاوزك تكتب ايه الليمون كده معلش تمام اعاوز وقال الله لا حد يكتبها لي ابدا ماشي بص حضرات هنا اللام في اطفالنا كتير والله هو كبار كمان بيط لغبطه فعلا لو في اطفال برا يا استد وليد هتهم لي لو اي طفل طفل نصر تمام كده ماشي لايما اعاوز يكتب لي الكلمة دي ودخل عليها اللام الشمسية بتاعته تمام كده اللام هنا حضرات في ناس بتتلغبط اول ما قولوا الليمون بيقول يا استاذ انت نطأت اللام الليمون قال لا يبقى لام قمري اقول له لا اللام اللي اطنطأت دي اللام التانية الحرفي التالث من الكلمة بصولي كده يا حضرات بصولي واحدة واحدة كده عاوز ادخل بصوا اهو بص يا منصور اهو ادي اللام شمسية اهي قال شمسية اهي ادخل عليها اللام بصوا اهو شوفوا اهو بصوا اهو حصل حكتين هنا اللام بقت مشددة ماشي وشلنا التانوين بقت ايه بقت نون واحدة عشان التانوين ما ينفحش معاليه ماشي قال لي لي موت طب دلوقتي ايه يا استاذ ده يعني اللام دي ما تنطأتش ما تنطأتش اللي تنطأ اللام المشددة يا حضرات اللام المشددة ده اللي تنطأ ايه عشان فيه ناس فيه كتير كتير يا جماعة بصوا لي هنا يا حضرات فيه ناس كتير بتكتبها كده يا استاذ وليب بص وتعمل لي كده فيه ناس بتكتب كده وبقى ايه تنطأ صح فعلا نطأه اهو قال لي مون يا استاذ اهو ويقول لي انا نطأتها صح اهو لكن يا حضرات لو شلنا الالف واللم دي مش احنا قلنا الالف واللم زا ايه ده عالكلمة ممكن نشيلها ونطأتش كلمة عادة قرأت بقى كده ينفع يقول لي مون هنا ما ينفعش يا حضرات يبقى دي خطأ تمام الصح اللي انا اكتب اللام بعد اللام الشمسية وحط عليها شدة كان شدة وفتحة وشدة وكسرة وشدة وضم تمام عشان فيه ناس كتير قوي بتغلطوا في حاجة دي في حاجة يا استاذ ناصر تيجي عاوز ناصر الاستاذ ناصر مش عاوز يجي تمام هنا الكلمة اسمها ايه ايه والله لعبة 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 تاب عاوزني دخل الالف واللم يا استاذ اللام الشمسية عليها هم تبقى ايه الله ينور عليك تب تكتبها ازا اقول لي ها في ناس بسم الله غلط بصوص أهو اللعبتو تمام كده؟ عملنا إيه يا أستاذ؟ عملنا إيه هنا؟ أهو حطنا الألف واللام الشمسية أهو واللام هين بايت مشددة اللعبتو تمام كده؟ في ناس ما بتغطأ وتكتبها كده في ناس بتغطأ وتكتبها كده كده غلط يا جمعة كده خطأ تمام كده؟ كده بس صحيح يبقى دلوقتي قاعدة قاعدة يا جمعة وكذلك لإسان وكذلك لغة قاعدة نظهرها على الشاشة دلوقتي كنا ظهرينها من شوية دلوقتي قاعدة بتقول إيه؟ لو الكلمة أولى حرف اللام وزود نعم لا لسه بدري إيه؟ خمس دا إيه؟ يا أستاذة أستاذ وليد هاتلي الصورة كده؟ قاعدة على الصبورة على الشاشة في قاعدة عندك كده لا قاعدة مكتوبة على أولها كلمة قاعدة كده يلا 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 يا أستاذة يا الله ينور عليك يا حبيبي وديدك يا أستاذ وليد إذا داخلت أل شمسية على كلمة أولها لام تكتب اللامان معا وتظهر الشدة على اللام الثانية دا قاعدة لا بد منها يا أستاذة شكرا يا أستاذ وليد اللي احنا عملنا دلوقتي هي دي القاعدة دي تمام كده؟ يبقى لو كلمة فيها لام دخلنا أل على لام أولها على كلمة دخلنا أل شمسية على كلمة أولها لام تكتب اللامان معا وتشدد اللام الثانية تمام كده؟ أولياء الأمور أركزوا في الكلمة دي كلمة كده فيها اهي نقطع اي كلمة هناكده مسلا اللعبة مسلا يحليلها مخاطع صوت ايه يا الله علشان الناس بتخطأ فيها معلش يا الله استاذ كده كلمة اللعبة دي حلل هل مخاطع صوتية يا استاذ كده الفضل يا الله احنا قلنا اللامة الشمسية اول ما تشوف لامة شمسية في كلمة تعمل ايه اول مخطع ايه الله ينور عليك اللي ال اهي ال تمام كده اهو وقطع يبقى احنا احنا طبعنا اصلا ثلاث حروف مع بعض ال طبع ان لام المشددة دي يا استاذ اهي اهي لام اهي سكون والتاني منها ايه شد وضم يبقى ايه سكون وضم اللع في عين ساكنة ناخدها معه اللع هم ادي الباء والتاني المربوضة تعمل كده اللع باتو تمام يا استاذة تمام كم اقطع هنا يا حبيبي واحد ادنين دلاتة اربعة مربو عليك يا حبيب وليدي تمام نشوف كلمة تانية نشوف كلمة تانية نقطعها برضو عشان الناس ايه تاخد بالها من الكلمة دي وليكن مسلا كلمة ايه يلا اللغة مسلا اللغة الطحالب يا استاذ وليد كده على الهواء كده يلا حبيبي يلا استاذ وليد استاذ وليد مش هنا لما اطلع لك ماشي يلا كده منص اللغة الله نور عليك قال ايه نطقت ثلاث حروف مع بعض ال اهو عشان اللام دي يا استاذ لام مشددة يبقى اتنين شد وضم يبسكون وضم اللو هم غاين اهيه اللغة هم الله ينور عليك اللو غا تو واحد اتنين تلاتة اربعة تمام كده ده بالنسبة للايه بالنسبة للم القمرية والشمسية خمس ده بالضبط او ديئة واحدة بالضبط ايه نرجع فيها الايه التنوين في ناس بتخطأ في التنوين يا استاذة زي ايه مثلا كده يا استاذ زي التنوين مع الشدة في ناس كتير بتغلط فيها هكتب كلمة واحدة كلمة ثان اهو مثلا 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 اقرأ كده يا استاذي لا 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 اشوف قال لي ايه قال لي مصري ونسل ايه ونسل التنوين هنا في ضم تاني يا جماعة يعني تنوين يعني نون ساكنة بنطأها فاخر الكلمة بس ما بكتبهاش مصري جندي استاذينا لستاذ مصطفى نزل عشان التواصل رقم الواتساب عشان التواصل معانا فاي وقت احنا تحت امركم في خناة الصحة والجمال تمام كده يا الله استاذ مصور في رقم الواتساب عندنا يلا مصري شوف بص بص معايا خلوا واحدة واحدة مص ميم كسرة مي صوت ساكنة مص رقم كسرة مصري يا هنا شده ايه شده وضمه شوف بقى اللغبطة بقى شده وضمه وعليها ايه وعليها تنوي شده وضمه شده وضمه وعليها تنوي شوف بص اللي يراها يقول مصري اقول لا اه الرقم تحتها كسرة بس الياء عليها شكلات عليها تشكيل يعني الياء عليها مش طالما مشكلة او عليها تشكيل او عليها شكلة زي الناس ما بتقول يبقى ايه طالما تشكلت يبقى مش حرف مد تشكلت تشكلت بايه عليها شده يبقى حرف مشده شده وضمه مصري ألا تب ايه الضمه التانية دي ده عشان التنوي الضمه دي احضرتها اهيه دي التنوي كده مصري بس وما ليه التنوي ده مصري تاني تاني الضمه التانية دي هي التنوي بدل ما حط نون في الاخر حطينا ضمه تانية هنا تمام كده التانيون يا جماع هادي جادو للتنوي يلا يا سيد تطبيق اخر تطبيق يا الله هاكتب كلمتان وتكتب لي يا استاذ وليد هكتب لك الكلمة هي يلا يا استاذ وليد الكلمة ماشي تنوم بالفتح تنوم بالكسر تنوين بالفتح يلا يا استاذ وليد تنوين بالكسر تنوين بالضم يلا يا استاذ زا هكتب الكلمة اللي انا قلتها دلوقتي كده المصري يلا المصري دي عايزك تدنوين بالفتح تشيل الالف واللم تشيل الالف واللم طبعا لابد تشيل الالف واللم هقول لك كتب لك المصري هتقول لي ايه يا استاذ ما ينفعش في الالف واللم هنا يبقى شيلها أقول لك برافو عليك أنت بتفهم هتروح تقول لي المصري هقول لي فيهم تمام معلش يبقى ما خدش بالك من الحصة تمام كده يبقى لا بد شيء لألف و اللام في التنوين لتألف و اللام والتنوين ضد بعض بيتخانوا مع بعضها وقول دايما زي أنا والأستاذ وليد تمام كده طيب يا الله يا أستاذ وليد كده أقول لي يا الله يا مصطفى السلام عليكم يا مصطفى أنت خدت التنوين عندك ولا لأ حبيبي نعم أنت أخدت التنوين قبل كده ولا لأ نعم طيب ممكن نوطي نوطي التلفزيون شوية جماعة والله ما عليش بعد ذلك يا وليد يا مصطفى نعم ناشي مصري دي أنا عايزك تنوين بالفتح وتخليها تنوين بالكثل وبالضم يلا كده مصري نصري لا بالفتح الأول كده يلا بالفتح تنوين بالفتح مصري ده مصري بالضم احنا عاوزينا بالفتح 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 مصري مصريا 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 بالفتح تنوين بالفتح يلا تنوين على الشد شوكرا يا حبيبي شوكرا لنا مصطفى شوف يا جماعة تاني أولا تاني كلمة مصري أو المصري جات لك كلمة المصري شيء لألف ولا وكتب ايه مصريا تنوين بالفتح طيب اكتب تنوين فيني يا أستاذ الفتحتين أهو على الشد وحرف الراء احنا اتفقنا كم واحدة خمس حالات بس اللي ما تجيبش ألف فيه قلناهم قبل كده تمام يبقى الراء يجيب لألف مصريا طيب تنوين بالكسر وبتضم يا أستاذ ما تجيبش ألف يا أستاذ طيب يلا كده اهو مصر مصريا اهي شوف مصريا شدة وكسرتين شدة وكسرتين هنا شدة وفتحتين بس يجيب لألف عشان الراء طيب تنوين بالضم يا أستاذ وليد يلا تنوين بالضم يلا برافو علي ايوة كده اهي مصريا اتضمتين على الشدة مصريا 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 يبقى يا حبيبي يا حلوين احنا قلنا تنوين بالفتح اللي يجيب ألف بعد تنوين بالفتح كل حرف ما عدا تا المربوطة ما عدا الألف الهمزة على الألف زي نبأ مدرسة ما يجيبشي ألف بعدها سماء عشان همزة فخر الكلمة وقبلها ألف ما يجيبشي ألف سماء 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 تمام خلاص كده حضرات وإي تاني يا حبيبي الألف اللي هي الألف المخصورة زي مستشفى فتن ضحن تمام وحاجة أخيرة اللي هي الكلمة أخيرها مد بالألف زي عصا عصن تمام كده كده يا حبيبي يا حلوين يا مقطاطين رجعنا مراجعة سريعة على اللهم صلى على ما سبق دراسته وعلى المرحلة الأولى من التأسيس اللي هو أسس ابنك صح برنامج اقرأ إن شاء الله انتظرونا الأسبوع القادم في المرحلة الثانية من أسس ابنك صح في خواعد اللغة العربية أسس ابنك صح في النحو مشاهدين الكرام أشكركم لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتقبكم الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته